طيب الجزء الأوليان هتكلم فيه في فكرة أنه مسبة الدوري السنة دي خلاص أصبحت على المحك وأصبحت على المحك نتيجة تعديل بعد مباريات الدوري العام خلال الأونة الأخيرة أنا مش هدخل في تفاصيل تعديل عدد من المباريات لأن أكيد اتحاد القورة ممكن يكون عنده وجهة نظر في هذه الجزئية لكن أنا اللي بيهمني ماذا بعد التأجيل أو ما هو القادم بعد هذا التأجيل بعد هذا التأجيل قد لا تنتهي بطولة الدوري العام إلا بعد انتهاء مباريات كأس الأمم الأفريقية وبالتالي أنا من وجهة نظري استكمال البطولة المحلية بطولة الدوري العام لما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية سيكون هناك أزمة كبيرة ليس فقط في إرسال الأندال التي ستشارك في البطولات الأفريقية يمكن النهاردة التحدي وكرة القدر كان عنده اجتماع مهم جدا في هذه الجزئية وتم طرح فكرة فيما معناها بخصوص الأندال التي ستشارك في البطولات الأفريقية لكن أنا ما عنديش أزمة أو مشكلة في الأندال التي ستشارك في البطولات الأفريقية يعني بعد ثلاثة أو أربع مباريات ممكن تتضح الصور أو حتى لو ما تتضحيتش الصور أو مش هتبقى واضحة بنسبة 100% أو بنسبة واضحة أنا عندي فيما هو أهم وهو مسألة القيد هل اتحاد الكرة في هذه الفترة حدد استراتيجية الموسم القادم؟ ما هو عدد اللاعبين المقايدين في القيمة المحلية العام القادم؟ هل سيتم الاعتماد على قيمة 30 لعب؟ أم سيعود الاتحاد إلى القرار السابق بقيمة 25 لعب؟ ثم يضاف إليهم خمس لعبين في يناير وفتح الاستبدال بشكل عام كما هو ما حدث في البطولة الماضية أو العام الماضي ويدخلوا بسرعة وحاولوا يعالجوا الخطأ اللي تم في بداية الموسم وفي شهر يناير حصلت مزيد من الإجراءات والمعالجة في مسألة القيمة وأضيف خمس لعبين وتم فتح الاستبدال لكل الأندية لكن الاستراتيجية بالنسبة للموسم القادم الموسم ينتهي سريعا باقي أقل من حوالي شهر أو شهر ونصف قبل انطلاق الأمم الإفريقية وبالتالي حتى هذه اللحظة لم يعلن بشكل رسمي ما هو القادم بالنسبة للقيد المحلي وهربط ده بفكرة القيد الإفريقي السنة الجاية القيد الإفريقي يمكن فيه خطاب يمكن نشر عبر العديد من المواقع الرياضية يمكن طبعا أنا حاولت أجري اتصالات بعدد من المسؤولين في الاتحاد الإفريقي لتأكد من هذه الموعيد لكن الموعيد اللي كتبت أو ذكرت في هذه الخطابات اللي نشرت عبر المواقع الرياضية موعيد دقيقة جدا وفيها جزئيات خطيرة لأن احنا بنتكلم على فكرة أن من 1.6 لـ 30.6 هو معاد كل اتحاد أهلي هيرسل للاتحاد الإفريقي الأندية المشاركة سواء في دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية قلت عتغات عن الجزئية دي ومش ههتم كتير بقصة الأندية اللي هتشارك لأن هي محسومة أولا بالنسبة للتلات أندية في المقدمة بالنسبة للدوري المصري لكن مرحلة القيد من 1.7 إلى 10.7 إرسال القائمة الأولية ده فيما معناه أن هذه الموعيد ستتم خلال استمرار بطولة الأمم الإفريقية وبالتالي استمرار الدوري العام وعدم انتهاءه قبل يوم 2.6 وبدء الأجندة الدولية للمنتخبات لا يستطيع أي نادي في مصر أن يتخذ قرار فيما هو متعلق بقائمته سواء في رحيل أي من اللاعبين أو في التعاقد مع أي من اللاعبين وبالتالي ضمه للقائمة والمشاركة معاه في الموسم القادم أو حتى فيما هو متعلق بانتهاء العارة وعودة اللاعبين بعد انتهاء العارة طيب من 1.7 دي القائمة الأولية التي ترسل من الأندية إلى الاتحاد الإفريقي عبر الاتحاد الأهلي ذكر في هذه الخطابات أيضا لنشرت عبر المواقع الرضاية المصرية أن من 11.7 لـ 27 سيتم إضافة أي من اللاعبين أو استبدال أي من اللاعبين بعد القائمة الأولية لكن بعد دفع غرامة 250 دولار وبالتالي يستطيع المشاركة بدءا من دور الـ 32 أو الدور التمهيدي ولكن بدءا من 21.7 إلى 31.7 غرامة 500 دولار على أي لاعب سيضاف أو سيستبدل من القائمة ولكن سيشارك بعد الأدوار الأولى بدءا من دور المجموعات دور الـ 16 سواء في مسابقتين دور أبطال إفريقي أو كأس الكونفيدرالية والمرحلة الأخيرة في القيد فترة يناير من 1 يناير 2020 إلى 31 يناير 2020 ودي ما فيقاش مشكلة هتكون في وسط الموسم كما هي جرت العادة بالنسبة لاستكمال القيد بالنسبة للأندية سواء في المسابقة المحلية أو المسابقة الإفريقية لكن هذه الموعيد بتضعني فيه أزمة كبيرة جدا إذا صحت هذه الموعيد اللي نشرت في هذه الخطابات هتبقى فيها مشكلة كبيرة جدا لأنك حتى من 21.7 إلى 31.7 إذا أرسلت القائمة وحصل فيها تعديلات وبالتالي هؤلاء اللاعبين لن يشاركوا معاك إلا بدءا من دور المجموعات إذا تخطيت مرحلة دور الـ 32 طيب هل سينتهي الدور بعد كس الأمم قبل يوم 31.7؟ ماذا إذا استمر الدور العام بعد 31.7؟ تلك هي الأزمة وتلك هي المشكلة الكبيرة اللي هتواجه الأندية المصرية جمعاء في البطولات الإفريقية القادمة أنا بتكلم عن نادي الأهل اللي هي منها نادي الأهل اللي عنده استراتيجية بيخطط إزاي للموسم القادم الموسم الماضي برضو كانت فيه نفس الأزمة وللأسف يعني اتحاد القرى ما خدش باله منها إلا لما دخل على شهر يناير وتم حل الموضوع بإضافة خمس لاعبين لما لقى حجم المشاركات العربية والإفريقية والمحلية قد تصل إلى أي نادي إذا وصل لكل النهايات في هذه البطولات من 65 إلى 70 مباراة فتدارك الأمر في يناير وتم إضافة خمس لاعبين وفتح الاستبدال في شهر يناير لكن الموسم القادم بعد أقل من شهرين ما هي الإجراءات التي ستتبع فيه إجراءات القيد بالنسبة للأندية المصرية؟ عدد القائمة، عدد اللاعبين، موعيد القيد المحلي، الدور المصري إذا استمر بعد كاس الأمم هذه الموعيد التي حددها الاتحاد الإفريقي كيف سنتعامل معها هنا في مصر من قبل اتحاد القرى المصري؟ موعد من 1.6 إلى 3.6 أكدت أنه لن يعنيني لأن هذا الموعد المتعلق بإرسال الأندية التي ستشارك في البطولات الإفريقية الثلاثة الأندية في الصدارة تحددت بشكل بنسبة أكثر من 99% الأهل الزمالك بيرميز حسب النهاية في نهاية هذه المسابقة حسب الترتيب لكن الثلاثة أندية هيتحدده بشكل رسمي فالقصة هنا ميش في الأندية اللي هتشارك المسألة والأزمة هتبقى في موعيد القيد لن أستطيع أن أتعاقد مع العيب وأقيده في القائمة ورسول الاتحاد الإفريقي طالما القيد المحلي عندي لم يفتح بشكل رسمي ولم تنتهي المسابقات المحلية عندي هنا في مصر بشكل رسمي وبالتالي هنا تكمن الأزمة اللي بالتأكيد خلال الساعات القادمة أتمنى أن يكون فيه رد إيجابي من التحدي كرة القدم بخصوص هذه الجزئية لأن كمان تأجيل عدد من المباريات اللي جرت خلال الساعات الماضية بيزيد الأمور صعوبة وصعوبة هذه الأمور بتزداد نتيجة أنك عندك فرصة أخيرة أنك تنهي مباريات الدور العام قبل يوم 2-6 النهاردة التحدي القرى حدد عدد من المباريات بالنسبة للنادي الأهل وبالنسبة لنادي الزمالك خلال الفترة القادمة لكن النادي الأهل حتى هذه اللحظة لعب 27 مباراة إذا أخذنا في الاعتبار الأربع مباريات قادمة بالنسبة للنادي الأهل يوم 1-5 مع الجيش 5-5 مع النجوم 11-5 مع سموحة 16-5 مع إنبي سيكون الأهل لعب 31 مباراة من أصل 34 وبالتالي سيتبقى له ثلاث مباريات بالنسبة للنادي الزمالك نفس الأمر 9-5 مع دجلة 12-5 مع الدخلية 15-5 مع الانتاج الحربي المباراة التي تأجرت وكامل المفترض أن تقام يوم الأربعاء القادم فبالتالي الزمالك سيكون لعب 30 مباراة برامتز لحتى هذه اللحظة لعب 29 مباراة سيلعب ثلاث مباريات خلال الفترة القادمة 30 إبريل مع المقصة 5-5 مع المصري 14-5 مع وادي دجلة وسيكون لعب 32 مباراة وبالتالي عند منتصف مايو أو 15-16-5 سيكون الأهل لعب 31 مباراة برامتز لعب 32 مباراة الزمالك لعب 30 مباراة وإذا وصل الزمالك إلى المباراة النهائية في البطولة كأس الكونفدرالية هنا ستكمل الأزمة نتيجة ضيق الوقت ما بين نهاية كأس الكونفدرالية لأن مباراة الزهاب يوم 19 مايو ومباراة العودة يوم 26 مايو وبالتالي لن تستطيع إقامة أي مباراة لناد الزمالك ما بين 19 مايو و26 مايو خلال هذا الشهر إذا وصل إلى نهاية إفريقيا وبالتالي من 26 مايو إلى 26 مسافة بسيطة حوالي 6 أيام هل هتقدر في 6 أيام تلعب 3-4 مباراة لختم المسابقة؟ طب إحنا هنا بنتكلم عن الأندية اللي هتلعب في المسابقات الإفريقية طي تعال بقى أشوف كمان في الأندية اللي بتصارع على الهبوط يعني مثلا بدءا من آخر الدوري فريق النجوم في المركز الـ 18 إلى فريق طلاعي الجيش 34 نقطة في المركز العاشر بنتكلم في حوالي 9 نقاط بسلاسة مباراة وعدد المباراة المتبقية لهذه الأندية حتى هذه اللحظة ما بين 4 إلى 5 مباراة طب ماذا إذا توقف الدوري حتى 15-5 أو بعد 15-5 لن يستكمل الدوري إذا وصل الزمالك إلى نهاية إفريقيا واستكملت البطولة بعد كأس الأم الإفريقية بعد 1 أو بعد 19-7 تم الأندية في مرحلة الهبوط كيف ستتعامل مع لعبيها خلال الشهرين منذ توقف المسابقة في منتصف مايو إلى نهاية كأس الأم الإفريقية هل سيستغنع لللاعبين؟ هل سيتعاقد مع لعبين آخرين ولن يستطيع قيدهم؟ وبالتالي سيكون أمامه مباراتين أو ثلاث مباريات في المرحلة الأخيرة للدور العام؟ أزمة كبيرة جداً هتواجه الكرة المصري خلال الفترة القادمة وبالتالي الأهل بيخطط للمسلم القادم بالنسبة للبطولات الإفريقية هيكون هذه الجزئية أكبر عائق بالنسبة للنادي الأهلي وهتكون هذه الجزئية أكبر مشكلة في مسألة القيد المحلي والقيد الإفريقي إذا صحت هذه الموعيد التي ذكرت عبر بعض المواقع بخصوص إعلان الاتحاد الإفريقي موعيد القيد للأندية خلال الفترة القادمة